بك يا سيد فرعن على شاشاتنا الغد كل الناس بتتساءل الأمور ستمتد إلى حرب إقليمية المنطقة ستشتعل دقة طبول الحرب يا سيد حماد أو أنه الأمر سيعود إلى فكرة قواعد الاشتباع رغم شخصيات من تم اغتيالهم يعني إسماعيل الهنية ليس بالأمر الهين كذلك استهداف الضاحية الجنوبية من بيروت واستشهاد فؤاد شقر سيد حماد كيف تقرأ المشاهد نعم شكرا على الاستهدافة ولكن عمليات الاغتيال والعمليات المتبادلة والقصف المتبادل والاستهداف المتبادل سيتواصل ولكن في قراءتي للأحداث منذ عشرة شهور لا أعتقد أن هناك حالة تصعيد يمكن أن تؤدي إلى حرب إقليمية ذلك أن طرفي الصراع بمرجعياتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للمستعمرة الإسرائيلية وإيران بالنسبة لحزب الله ليس لهم مصلحة إطلاقا في عملية التصعيد وفي الحرب الإقليمية ذلك أن كليهما يعني هناك حالة من التفاهم بشكل أو بآخر بين الولايات المتحدة وبين إيران ويجب أن نتذكر حينما تم استهداف إيران مباشرة في شهر نيسان الماضي تم التفاهم أيضا بين الولايات المتحدة وإيران في عمليات الرد ولذلك هذا القصف المتبادل هذا الضرب المتبادل هذا الصدام المتبادل سيتواصل بهذه الوتيرة بالنسبة لإسماعيل هنية صحيح أن الضربة كانت مزدوجة تستهدف حركة حماس وتستهدف إيران بالمس بالسيادة الإيرانية ولذلك سيكون هناك استهدافات وسيكون هناك ردود ولكن لن تصل إلى مستوى أن يكون هناك حرب إقليمية شاملة في المنطقة وأيضا الشهيد إسماعيل هنية ليس الشخص المهم الأكبر شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر